موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطلبة ودرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية من فضائية العراق التربوية نرسنا لهذا اليوم يضمن الحلول لنماذج الأسئلة أو الاختبارات التي أرسلت لكم من فضائية العراق التربوية وسيتعلق بالمرحلة السادسة والدروس الخمسة الأولى من الوحدة الخامسة أهلا بكم بالفصل الثاني من السنة الدراسية Let's begin with the sample of the questions The first sample is do as required Now you know do as required بمعنى شنو أدي ما موجود حسب الinstructions التوجيهات اللي موجودة بين الأقواص فعلينا أن ننحل حسب التوجيهات اللي بين الأقواص Number one When I saw my brother again He's here We have go Gray رمادي يعني أشيب So we have correct the verb علينا أن نصحيح الفعل بما أنه عندي أداة الربط اللي هي when بعدها ماضي بصل أما الجملة البعيدة عنها فتكون باستخدام الماضي التام So I can say Had gone Great أحول القو إلى هاد وتصريف الثالث للفعل قو Which is gone So we have had gone Number two We had to buy new clothes ملابس جديدة The airline had lost our baggage أمتعتنا Join علي أن أربط الجملتين Using what? Using because باستخدام because So I have to join these two sentences علي أن أربط هاتين الجملتين فحسب المعنى لهاتين الجملتين I have to say We had to buy a new clothes يجب أن نشتري ملابس جديدة Why? Because the airline have lost our baggage لأنه الخطوط الجوية ضيعت فقدت أمتعتنا إذن انتبه عزيز الطالب إنه أداة الربط هي شنو because قبل البكوز يكون عندي ماضي بسيط So we have had to buy And then what do we have? Had loss اللي هو الماضي التام باستخدام هات كفعل مساعد والتصريف الثالث للفعل lose اللي هو lost Had lost Number three You book A hotel yet هنا البك بمعنى حجست A hotel yet Complete with the correct form of the present perfect دم حدد لي أنه أستخدم يا زمن المضارع التام بما أنه أنا عندي يت بنهاية الجملة اليت تستخدم معه النفي والاستفهام طيب اللي موجود عدي هنا شنو علامة استفهام إذن سؤال فبالسؤال أقدم الفعل المساعد على الفعل Ok عندي you إذن علي أن أستخدم الفعل المساعد اللي هو هاذ So we have Have you Then booked اللي هو التصريف الثالث للفعل book والتكملة A hotel yet Have you booked a hotel yet Number four You meet a pilot قابل الطيار You ask عندي how long اللي هي نسأل بها عن طول الفترة الزمنية و Be a pilot Write a question عليك أن تكتب سؤال Using what مستعملا The words الكلمات التي بين الأقواص طيب بما أنه عندي how long إذن توضع في بداية السؤال How long ثم الفعل المساعد Have لأن عندي الضمير you Ok Then we have been a pilot إذن how long have you been a pilot انتبه عزيز الطالب إنه الفعل بي يستخدم مع المضارع التام البسيط ولا يستخدم مع المضارع التام المستمر Ok So I have to say How long have you been تشوفون حولت البي إلى تصريف الثالث اللي هو been a pilot Five فادية didn't speak to me since her sister's wedding أنتبه إنه عندي سنس rewrite the sentence correctly علي أن أعيد كتابة الجملة بشكلها الصحيح بما إنه عندي سنس فأنتبه عزيز الطالب ما قدر أستخدم شنو didn't speak اللي هي زمن الماضي البصير فعلي أن أحول الزمن إلى مضارع التام بسيط So I have to say فادية أحذف didn't استخدم hasn't بدلا منها و speak حول إلى تصريف الثالث اللي هو spoken So I have to say فادية hasn't spoken to me since her sister's wedding Six How many letters had you written so far today عليك أن تختار بما إنه عندي بنهاية الجملة so far today so far ادليني على إنه ما أقدر استخدم الماضي البسيط معها So I have to choose what I have to choose have you written إذن so far استخدمها مع المضارع التام البسيط has وhave زاء التصريف الثالث للفعل So have you written Then we have another sample of the questions we have to choose the correct words in brackets علي أن أختار الكلمة الصحيحة من الكلمات اللي موجودة بين الأقواس Number one we haven't met since or for we were in school انتبه عزيز الطالب أنه عندي زمن ماضي where in school فترة محددة كنا في المدرسة إذن علي أن أختار what علي أن أختار since since دائما تستخدم مع الفترات الزمنية المحددة Okay So we have since we were in school وانتبه عزيز الطالب إنه since قبلها عندي مضارع تام بسيط وبعدها استخدمنا زمان الماضي البسيط Number two Have you عندي سؤال إذن أستخدم ever I haven't been I haven't been in the desert خيمت في الصحراء بما إنه سؤال إذن Have you ever علي أن أستخدم الكلمة أو الظرف اللي هو شنو ever Number three I haven't been or haven't gone to China yet انتبه عزيز الطالب إنه to China يعني لم أذهب لحد الآن بما إنه لم أذهب إذن علي أن أستخدم I haven't been البن إما لم يذهب أبدا أو ذهب وعد أما gone فتعطي معنى إنه ذهب ولم يعد لحد الآن أوكي فإذن علي أن أختار I haven't been لم أذهب لحد الآن to China four look somebody we have has dropped اللي هو مضارع تام بسيط has زاء التصريف ثالث الفعل has been dropping مضارع تام مستمر his wallet محفظته هي هنا أن تسقط الشيء لا يحتاج إلى الاستمرارية إذن نختار has dropped look somebody has dropped his wallet here if he got into their house because they haven't locked or hadn't locked the door properly بصورة صحيحة a thief got got هنا عندي زمن الماضي إذن أختار hadn't locked وأداة الربط هي because because قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي تام لذلك أختار hadn't locked لم يقفل هات زائد تصريف ثالث للفعل another sample of the questions is that we have to use matching المatching اللي هو المطابقة we have two lists عدنا قائمتين من الكلمات علي أن match them أطابقهم match list A with list B Y to form compound nouns حتى أصيغ شنو compound nouns compound nouns هي الأسماء المركبة compound nouns أسماء مركبة now the first one we have boarding so boarding matches what matches card boarding card اللي هو بطاقة حجز مقعد اللي تحتوي على رقم المقعد boarding card in number two we have travel so I have to match travel with agency travel agency بمعنى وكالة سفر package package what package deal package deal بمعنى سفر جماعية طبعا كلمة deal تأتي بمعنى صفقة أيضا but here we have package deal بمعنى سفر جماعية ski matches what ski matches the word resort اللي هو المنتجع للتزلج so we have ski resort car the word car matches higher so we have car higher اللي هو استعجار سيارة self catering what self catering apartment اللي هي شق ذات خدمة ذاتية self catering apartment and then we have sight matches the last word which is seeing so we have sight seeing اللي هي مشاهدة معالم المكان so here we form what we form compound nouns اللي هي الاسما المركبة another sample of the questions نموذج آخر من نماذج الأسئلة اللي هو complete each sentence أكمل كل جملة with the suitable word بالكلمة المناسبة from the brackets من الأقواس أو من الكلمات اللي موجودة عندي في the underlined words اللي هي considerably thoroughly honestly seafront excursion و expectations so I can say that it was the best holiday that I have ever had أفضل عطلة كانت لدي so I can say what I can honestly say I can honestly say that it was the best holiday أفضل عطلة I have had كانت لدي number two we dash enjoyed all the entertainment كل التسلية so I can say we thoroughly enjoyed يعني تمتعنا بصورة كاملة thoroughly completely معناها thoroughly pay attention to this word thoroughly means completely فإذن thoroughly enjoyed number three let's go for a walk نذهب في جولة مشي along there this evening and watch the sunset غروب الشمس over the water على الماء بما أنه غروب الشمس على الماء إذن علي أن أختار words the seafront اللي هي الجهة البحرية the seafront the journey the journey lived up to my lived up to my expectations يعني فاقد توقعاتي أكثر مما أتوقع lived up to my expectations hotels will often give you packed lunch غدا محزوم مرزوم if you are going on a full time what if you are going on a full time excursion اللي هي الرحلة القصيرة excursion means what means رحلة قصيرة the last sample of the questions is that complete the following with correctly spelled words أكمل التالي بكلمات تشوفون منطق السؤال correctly spelled words إملاءها يكون صحيح تماما ليش عزيز الطالب هذا السؤال يعتمد على الإملاء فإذا كان عندك أي خطأ معناها تفقد الدرجة okay so pay attention number one we have color colorful العلاقة بين هاتين الكلمتين هي تحويل الاسم إلى شنو إلى adjective so you have to change luxury into world into an adjective so the adjective from luxury is luxurious change y نحول ال y إلى i ونضيف o u s number two we have eat eaten حولت eat إلى تصريف الثالث إذن علي أن أحول fly أيضا إلى تصريف الثالث so the past participle of fly is what is flown in number three we have enjoy enjoyment حولت الفعل إلى اسم بإضافة مت طيب what about complain complain علي أن أحول إلى اسم and I have to add words I have to add t only فقط أضيف الحرف t تتحول عندي الفعل إلى noun so complain يشتكي the noun is what the noun is complaint so with this sample of the questions we end our lesson for today thanks for the whole staff that is with us for today thanks for Mrs. Arabiya our supervisor and goodbye to 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 شكرا